كريبتو دوت نت بيتكوين عالم كنحل احتراط العملات الرقمية وتفعيل سبسكرايب والانضمام لقناة التليجرام عشان تقدر تخش معنا في التحدي اللي احنا عاملينه وهو انك ازاي تقدر تستفيد وتجمع من 1000 دولار خلال 600 يوم 37000 دولار تقدر تنضم لنا ايضا للاستفادة من المضاربات المجانية اللي بنقدمها دعمل اخوتنا على القناة الخاصة بالتليجرام اللينك موجود في صندوق الوصف اما لو حضرتك محفظتك اكبر من 8000 USDT ولا زال لقدر الله عندك خسائر او مش محقق اي ربح تقدر انك تتواصل عن طريق الرقم الخاص الموجود فيه ايضا صندوق الوصف الخاص بالواتس بينا تقدر ان انت تنضم في ادارة المحافظ عن بعد اللي بندرها بدون الوصول للباسورد بدون وصول للمحفظة بدون وصول اي معلومات خاصة بالعميل انت اللي بتدير محفظتك بنفسك بيكون الاشتراك بقيمة 3000 USDT سنويا بتدفع مرة واحدة مقدما وبيكون تأسيم الارباح التلت والتلتين وبتيجي الارباح من خلال ايضا الاكتتابات وانك بيكون عندك ربح موجود سابت شهريا بقيمة 10% لما يزيد من الاكتتابات اللي انت بتكون اول مصدر ليها على وفي المنصات اللي موجودة اللي كل الناس تعرفها فلو عايز تتعلم ازاي تقدر تكسب في سوق العملات الرقمية تقدر انك تنضم لينا وتتواصل معنا عن طريق الواتس وتعمل وقف لنزيف اللي موجود في اي محفظة على انها تكون اكبر من 8000 USDT اما اخيرا لو محفظتك اقل من 3000 دولار تقدر تعمل سبسكرايب في كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بينا وتستفيد من العرض اللي بنقدمه دعم 3 محافظ كل 10 ايام بيتم السحب علني وبنختار المحافظ وبندعمها بفضل الله ارجو تجيب فنجان القهوة الورقة والقلم وتقعد وتركز مقايا لان حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا انتظرونا بعد الفاصل فرح سريع للثلاث صور اللي انتو بتشوفون في المقدمة التلات صور دول بيقولوا ان فيه عندنا 3 اكتتابات طبعا انت لو محفظتك اكبر من 8000 USDT تقدر انك تكون موجود في اكتتاب من الاكتتابات دي اللي ممكن تحقق فيها من 10X ل50X وفي نفس الوقت بتستفيد بإدارة المحافظ الVIP عن بعد بتعمل استيكنج وبيكون عندك انقم بنسبة 10% دي مثلا من ضمن العملات المهمة اللي موجودة اللي فيها مضربات مهمة جدا بنقدر نحطها فلو كان الوضع ده مناسب لحضرتك تقدر تتواصل عن طريق رقم الواتس اللي موجود في الديسكريبشن وتقدر تتواصل معنا على ان يكون محفظتك اكبر من 8000 دولار لما اعلى بيكون اشتراك بقيمة 3000 دولار بيكون مدفوع مقدما لمرة واحدة في السنة وبيكون مع سيادتك بعد كده تقسيم الارباح 40% لنا و60% للمحفظة الخاصة بك لو بالطبع الحاجة دي تمك تقدر تتواصل معنا ونشوف بقى مشكلة السي ار او ومشكلة الهاكر اللي حصل وسرقة الخمسة وتلاتين مليون وارصدت الناس اللي راحت نكمل مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم من جديد الحلقة دي مش تبقى مستهلة ان احنا نتكلم عن السوق لان احنا نتكلم عن حدث مهم حصل وحدث مؤسط جدا بالطبع ده بيخلينا نرجع نقول ان زمان لما كنا بنتكلم على المحافظ البردن زمان لما كنا بنشرح للناس ازاي يبقى عندك عملاتك على منصات او على محافظ لا مركزية اللي هي محافظ بتبقى شايلة لك فلوسك بعيد عن المنصات بيبقى هدف مهم وحاجة مهمة ولازم تسمع الكلام ومعاك في نجان القهوة بتاعتك وورقة وقلم فعايزين نقول ان منصة تي ار او اتعرضت لاختراك كبير ورغم انها منصة من من اوائل تلات منصات في العالم بالطبع في السيكيوريتي وفي حاجات كتير جدا ولكن رغم ذلك ما فيش شيء بيخلو من العيب يعني وأجمل شيء ان يكون عندك عيب تقدر تعدله وتقدر انك تشتغل عليه وتحله فعملة سي ار او ومنصة كريبت دوسكوم المنصة تعرضت الاختراك الاختراك ده بسرقة 35 مليون دولار وده قدى ان المنصة تعمل بعض التغييرات المهمة اللي كان لازم يكون ايضا لنا فيها الاسبقية لمساعدة اخوتنا عشان خاطر يبقى عندهم خلفية ايه اللي بيحصل والسرقة دي ايه سببها وتقدر انك تحل المشكلة ازاي حالين لو حضرتك عندك على حساب على كريبت دوت كوم اكس تشينج لو حبيت انك تخش على الحساب دلوقتي هتلاقي اني دايما انت بتبقى مسايف في الدخول على الجهاز الخاص بيك هتلاقي ان انت مش موجود الحساب يعني عايز تعيد الدخول مرة جديدة بتفعيل الباسورد الخاص بيك وفي الحالة دي لما بتيجي تعمل دخول تاني من اول وجديد بيكون عندك عملية مهمة العملية المهمة دي وهي انك لازم يكون معاك تفعيل خاص لعملية العملية دي احنا كلنا عارفينها وهي ان بيبعت لك كود على الايميل للتأكد ان انت الشخص اللي المفروض هتكون بتسحب او هتكون بتفتح اول شيء المنصة فخلاص اوكي تمام انا الشخص فلاني الفلاني اللي هفتح المنصة والباسورد صح فهيبدأ يقولك لا ده انا عايزك تفعل تفعيلين يعني اتنين باسورد الاثنين باسورد دول من ضمنهم في برنامج معين بالطبع احنا مش عايزين نقول يعني عليه بصراحة بيجيلي شكاوي كتير جدا من ناس كتيرة وهو ان بيجيلك كود الكود ده خلال كل 30 ثانية بيتغير تمام في ايضا تفعيل السيكوريتي ولكن انا رغم ان بشوف ان ناس كتير بتشتكي احنا ما بنلحقش نجيب الكود ما بنلحقش نعمل كذا ولكن انا شاف ان ليه اهمية كاملة ان انت لازم يبقى عندك خلفية انت عندك ايه بالزبط تشتغل عليه وازاي تدخل الباسورد الخاص بتاعك صح وازاي تعمل اضافة عنوين جديدة لان كمان عندنا مشكلة دلوقتي ان احنا لو حبينا نسحب على عنوان جديد ما كانش موجود عندنا على اكس اتشينج في الحالة دي بتدي امكانية للمنصة بتسمح ان اول مرة يحصل تأخير لمدة 24 ساعة لما بيتم عملية التأكد من العنوان اللي حضرتك وضعته الجديد ومع تفعيل كافة الحاجات وسائل الامان الخاصة بيك بالطبع واللي بتسمحلك انك تسحب عملاتك او فلوسك بنشهد ان المنصة بالطبع من المنصات المحترمة جدا هي عوضت كافة المستخدمين عن السرقة اللي حصل بال35 مليون دولار وهي فقط اللي اتحملت هذه الخسائر وقدرنا نعرف ان خلال بزبط 12 ساعة قدرت كريبتو دوت كوم تقدر تعدل كافة المشاكل الخاصة عندها وفتحت السحب من اول وجديد عادي تمام ورغم كافة هذه المشاكل اللي احنا شايفينها الا ان احنا عندنا حاجة مهمة لازم نعرفها ان بالطبع العملة المهمة الخاصة بكريبتو دوت كوم وهي CRO انها الحمد لله بالطبع لكافة المستثمرين اللي في العملة دي الحمد لله رغم المشاكل اللي حصلت فاني CRO لازالت متماسكة في مكانها الطبيعي العادي وما فيش فيها اي مشاكل خالص هي بتندرج شغال ده على الـ 42-41-43 وده بسبب الهبوط اللي موجود في السوق الطبيعي ما عندناش اي مشكلة في الكلام ده خالص وده شيء طبيعي جدا وما فيوش اي مشاكل بالنسبة لنا اذا الاختراك ده احنا هنتعلم منه حاجة مهمة ان فلوسنا دايما زي ما انا بقول مثلا لو عميل معايا معاك 8000 دولار او اكتر تقدر تشترك معانا زي ما بنقول في المحافز اللي هي الخاصة بنا ادارة المحافز الـ VIP لكن دايما اول نقطة هامة بقولها لكل محافزة VIP لو التارجت زاد عن 10.000 دولار مش هتخسر حاجة انك تشتري يعني محافزة زي لتجرنانو او اي محافزة انت بتختارها محافزة برده تمام عشان تخزن عليها عملتك لان دي صروة ودي صروتك ما ينفعش تسيبها في ايد اي منصة مع احترامي لكافة المنصات بالطبع ولكن ما ينفعش تسيبها لازم تخليها معاك في مكان آمن بعيد عن الاختراكات بعيد عن الهكر بعيد عن اي مشكلة ممكن حد يتعرض لها بالطبع حضرتك هتضطر تسجل باسورد جديد هتشوف تفعيل وسائل امانة الجديدة هتعيدها تاني من اول وجديد اي حاجة كانت قديمة عندك في الخاصة بالباسورد او خاصة باي طريق الدخول بالنسبة للسي ار او لازم تعدها تاني من اول وجديد عشان ما يكونش عندك اي مشكلة جديدة او اي مشكلة تحصل ممكن قدام بعد كده ولكن الحمد لله ادرت المنصة تسيطرة على كل الامور وادرت انها تعود كافة المستثمرين والحمد لله مع السرعة في الاداء اللي حصلت احنا قدرنا ان ما نشعرش بداء او يحصل اي مشكلة في عملة السي ار او لان بالطبع فيه ناس مستثمرين فيها سواء بالستيكينج سواء بالمضاربات سواء بحاجات كتير جدا فالحمد لله ان اخواتنا دول ما تعرضوش لاي مشكلة خلي بالكم لو سمحته السوق عالي الخطورة زي ما بنقول لو انت محفظتك اكبر من 8000 دولار تقدر تتواصل عن طريق رقم الواتس الموجود معنا وتقدر ان انت تستفيد من معلومات كتير جدا احنا بنقولها وبنعدها في السوق ومهمة لتغيير الفكر وانك تقدر تحقق ارباح سواء اذا كانت ارباح سبتة او سواء اذا كان ارباح متغيرة حسب عمل السوق ولكن بيبقى معاك استشاري جنبك بيقدر يفيدك بدل ما المحافظ الخاصة بتاعتك بالكامل ممكن تضيع لقدر الله حذروا على الباسورد حذروا على كافة المعلومات السرية الخاصة بيكم ما ينفعش تسجلوها على تليفون ما ينفعش تسجلوها على حاجات جانبية لو سمحته دايما الحاجات دي تسجلوها بشكل يدوي بعيد عن اي شيء الكتروني عشان ما يتمش السرقة ليها او يتم هكر عليها دمتم في رعاية اللي او امنه كنتم مع قناتكم كريبتو دوت نيت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته